بينا نعمل الارنبيط بمكونات سهلة جدا وهيطلع معانا مقرمش وطري في نفس الوقت وجميل جدا يلا بينا نسمي الله ونشوف احنا معانا النهاردة معايا كده الارنبيطة بتاعتي بالشكل دوت هاجي كده جيب السكينة وهشيل كل الجزء الاخضر ده انا مش عايزاه خالص هشيله كده بالراحة بالشكل ده اهو هقضي حط السكينة كده بشويش علشان الوردات بتاعتنا ما تتفرفتش والارنبيطة معانا تبوص عايزينها تحتفظ لسه بقوامها هعمل كده بالسكينة بالشكل ده كده بسم الله بمنتهى الهدوء بالراحة خالص هتطلع معايك وهتتفك هي بتتشال بكل سهولة بالشكل ده اهو انا شيلت الجزء ده وبرضه هاده سلك كده بالسكينة لحد ما تطلع معايا الوردات تطلع معايا وردة وردة بالشكل ده هي بدأت تفك معايا هي بالشكل ده اهو هعود يسلك كده لحد ما تطلع معانا اول وردة كده بقت بسهلة معنا وتطلع معنا بكل سهول وده شكلها اهوت ادتها كده شطفة تحت الحنفية لازم تغسليها كويس جدا شطفة خفيفة كده تحت الحنفية ومعيا كده حل على النار فيها معلقة من الكمون ومعلقة من الملح الارنبيت عمتا بيحب الكمون فلازم نحط شوية من الكمون وهنزل بالارنبيت بتاعي كده اول ما هنزل بيه كده هعد خمس دقيق بالضبط بعد نزوله في المي يغلي غلوتين تلاتة يدوبك كده ياخد خمس دايب الضبط وبعد كده هطلعه هنعمل للوقت التدبيلة اللي احنا ايه هنتبل بيها الكفر اللي هنعمل بالارنبيت معايا كده كوباية مني دي كبيرة هحط علي معلقة من النشا النشا دي هتديله انا ماشا هتخليه مش هيشرب زيت معاين ومعايا كده ثلاث بيضات طبعا انا مستخدمة هعملك ارنبيتة كلها لو انت هتعمل اقل من كده لو هتعملي النصها ممكن تستخدمي بطين لو هتعملي اقل من كده ممكن تستخدمي بيضة واحد على حسن ما انت عايز ومعايا كده ملح وفلفل اسود وكمون وشوية من الشطة على حسن بالرغم ومعايا الخضرة بتاعتها عبارة عن بقدونس ومعايا كده نص معلقة من بيكينج باوتر لو مش عندك بيكينج باوتر ممكن تستخدم بيكينج سودة عادي لو موجود عندك ممكن تحطي نصة معلقة برضه دلوقتي بقى هجيب نصة كوباية كده من الميا وهدوب فيها النشا والديق بتاعي بالشكل ده اهو قبل ما حط البيت وقبل ما حط حاجة ممكن تستخدمي بضل الميا ممكن تستخدمي الحليب العادي ممكن تحطي برضه كده شوية من الحليب هدوب كده وبعاك احط البيت بتاعي واحط التوابل واحط شوية من الخضرة مش هحطها كلها هسيب كده شوية للتزيين بالشكل ده اهو وكده التوابل بتاعتنا والكفر بتاعنا والخليط جاهز مش محتاجة حطي فيه حاجة اكتر من كده مكوناته سهلة جدا هي وما خدتش معاكي اي حاجة خالص بس كده هقلبه قويس جدا انا عايزة القوام ايه اللي يبقى معايا ولا يبقى خفيف ولا يبقى سميك يبقى معايا معتدل بالشكل ده عشان ما حطي فيه الارنبيط تشيل معايا تشيل معايا الكوفر ده كده شكل الارنبيط بتاعي بعد ما خلص وطلعته من النار اول ما صفيته من الميا حطيته كده في مصفى وشطفته تحت الحنفية بالمياه السقع لها بتاعت الحنفية العادي هعرف من اين الارنبيط بتاعنا استوى اول ما حط الشوكة في العيدين بتاعته كده من فوق الا ايه دخلت معايا بسهولة بعد ما هي دخلت بسهولة يبقى زنها كاستوت معانا وبقت معانا جاهزة هحطها كده بقى اخد الارنبيطة بتاعتنا هحطها كده في التدبيلة بتاعتنا اللي احنا عملناها دي بالشكل ده اهو هغلفها كويس جدا بحس اللي هي تشيل معايا التدبيلة مايبقاش فيه حتى فيها مش وغدة كده من التدبيلة بتاعتنا وطبعا معايا زيت غزير حطها كده على النار يسخن اهم حاجة يسخن كويس جدا ابقى معانا زي ما بتيجي تحمري كده البطاطس بالشكل ده اهو هاخد بقى الارنبيط بتاعي واحطه كده في الزيت بالشكل ده اهو هرسطه كده جنبه بعضه في الزيت جنب كل واحدة جنب التاني وهسيبها على نفس الجنب ده مش هقلبها عشان ما هتتفرفتش معايا احنا عايزينه يحتفظ بقوامه زي ما هو لحد ما ياخد لونه عالجنب ده وبعد كده هقلبه عالجنب التاني هخلص بقيت الكمية بقى وهورها لكم وده شكل الكمية بتاعتي بعد ما انا خلصتها ده شكل الارنبيط بصتوه واخد لون من فوق ومن تحت وطري من جوه ومقرمش من بر بصراحة كان طعم جميل جدا وكان قلب رحة البيت يا رب تجيبكو الوصفة وعملت كده جنبه بطاطس محمرة ممكن تتعملي جنبه صلاة التحينة ممكن تتعملي جنبه صلاة خضرة براحتك يعني المتوفر عندك واللي انت بتحبي بابسط الامكانيات هتطلعي حاجة كويسة جدا بس كده وده ده كان طبقنا النهاردة اتمنى يا رب اللي يكون الوصفة تعيدنا عجبتكم تنسوش بقى تحطوه لايك وتشتركو في القناة وتفعلو زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وصيبكو في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله